يعني زي ما كانت عشرين عشرين السنة العظيمة للنادي الاهلي في السنوات الاخيرة صحيح يمكن في الاقد الاخير على الاقل عشرين عشرين تعتبر سنة مميزة جدا بالنسبة للنادي الاهلي سنة كان ختمها مسك الحقيقة بالنسبة للنادي الاهلي ثلاث بطولات وفيها البطولة الاعظم بطولة القارة الافريقية وبعد كده كان سماترو كان بلوم الدوري كانت سنة مميزة جدا للنادي الاهلي والحقيقة سنة مميزة جدا للنادي الاهلي في كل البطولات الحقيقة بالرغم من جائحة كورونا التي اكتاحت العالم كله ويمكن نشاط الرياضي توقف حوله اربع شهور وفيه صعوبات كبيرة جدا وما فيش جمهور خالصة وفيش صعب جدا لكن النادي الاهلي قدر يحقق بطولات كبيرة جدا يمكن بالارقام الاهلي على مستوى كل البطولات وعلى مستوى اربعتاشر لعبة محقق اربعمية خمسة وخمسين بطولة يعني ايه النادي العظيم ده ايه مهما كانت الظروف مهما كانت الصعوبات يظل النادي الاهلي دايما يعني بيجري خلف البطولات او البطولات بتجري خلفه ويصطاد البطولات ايه لما كان في كل الالعاب في القدم في السلة في الطائرة في اليد في الجنباز في كل الانشطة الموجودة في النادي الاهلي الحقيقة في السباحة في الالعاب الماء حاجة عظيمة جدا وكان عام مميز جدا للنادي الاهلي تهنينة النادي الاهلي تهنينة اللي قدرت النشاط النادي الاهلي تهنينة المجلس ده النادي الاهلي اللي وضع ثقله كله فيه إزاي ينمي هذا النشاط ويخليه نشاط بطولات بالكامل فحق بطولات كبيرة جدا حقيقة إن شاء الله عشرين وعشرين يعني ما لم تكن عشرين وعشرين ما لم تكن مثل عشرين تكون أفضل منها بإذن الله يا رب إن شاء الله